اشتركوا في القناة ماذا عن حقيقة الخلافات الداخلية داخل الحركة خصوصا في ظل البيان الذي حمل توقيع عدد من قياداتها والذي انتقد مقابلة صحفية لرئيسها برامو الداهو الابيت أين تقف حركة إراء في المشهد السياسي الحالي هذه بعض أسئلة يسعدنا أن نطرحها الليلة على نائب رئيس حركة إراء الأستاذ إبراهيم البلال والربوان مرحبا أستاذ إبراهيم نشكر لكم مشاركتكم معنا في هذه الحلقة من برنامج الصميم لو بدأنا بالأحكام التي أصدرها القضاء الموليتاني في حق عدد من قيادات الحركة ونشاطائها وما يعرف في ملف قزرة بعماته كيف استقبلتم في قيادة الحركة الرسائل التي تحملها هذه الأحكام من ثلاث سنوات إلى خمس عشر سنة حكام بالنسبة للبعض أعتبرها قاسية وإدانات لكم في قضايا عنف وقضايا تخريب شكرا بسم الله الرحمن الرحيم شكرا للعناة المرابقون وعلى هذه الاستاذة هذه دعونات كيف تقلت كيف تفات أبوا عنها أبوا عنها المحامون والمؤتمر السعود والعادل والقائمات بالمسجد وإنها أحد المحامين وإستاذ المحامين إدانات قاسية جدا وفعصتنا منها بالنسبة لنا ليس هناك كما مبري ما عندهم مبري لدي لدي معني ماسي شعور مثل غاس المغمور المغيات ويكانوا يجبوا ندانوا على مستويات أخرى ومونامات أخرى وجهات أخرى لغير المردي على مستوى ذلك كيف ذاكا أكما شان هذي الأمور اللي كانت على تدان ولا خلال أبوا عنها مردانوا من ساعتنال دي سنوات يخلقوا هؤلاء العداث ولكن يخلقوا الدول لا كانت الثورات، يخلقوا التحركات وتتعرض الشرطة وتعرضوا على تغير بعض ما هو ترمين أو اعتراف أدعوه ما هو الدينه أدعوه مهما كان هنا كان مصدره غير ظاهروا عن ذو الزمن الأخير عن النظام بدأ يستخدم تخرج مجموعة من الوسائب بهدف منها حسب عسالة الأولى بهدف منها بهدف منها تحويض المنادولين والأعجاب لأن أحكام بدأ بالحكم على الشيخ باب لأن إزري بن عالي تعبير البناؤد في حديات المدان يحكم عليه ذو السروات حققتها قاسي جدا ثم الشباب عبروا بطرقهم هما عن استياءهم الحكم الذي نحكم عليه المدين ونحكم عليه المدين هذا المدين قاسي جدا والأحكام للمجموعة قاسية جدا خاصة المدين المدين لكن هذه المجموعة التي أغلبها من حركتكم من حركة إيرا وفيها قيادات فيها أعتقد أحد النواب الرئيس وفيها مسؤول علاقات خارجية وفيها آخرين هذه المجموعة تقلت وهي في وضع تلبس بأحداث الناس كلها تابعتها أحداث كان فيها حرق لسيارات شرطة كان فيها اعتداء على شرطة بعضهم مصيبة إصابات بالغة ونقل للعلاج بالخارج كان حتى فيها من أخذ لباس الشرطة أحدهم أخذ لباس الشرطة وظهر في الصورة يتبجح به وكأنه يعني في معركة مع جيش أجنبي ويعتز بأنهم القصة هذه لماذا أحسستم بها في الأحكام ولم تحسوا بها في الممارسة القاسية أيضا التي كان مناظلكم تورطوا فيها في حيبو عماتو رجل كنت أقلون اللطنة وهي وهي منذ سبتين لنفصل لباس هذه الأحداث التي خلقت والتي نحن مدينة مبدأ هذه المبدأ مدينة أي عظ مهما كان مهما كان مهما كان مهما كان أي عظ مدينة هذه الأحداث التي خلقت غروف التي خلقت فيها بالنسبة للرأي العام غامبة لأنها لذا عاد الحضور التي يعتبر مشاركة فيها يحضر لغاسر من الناس لغاسر من الناس اللي محسوبين على جهاد محسوبين على منظمات محسوبين على هيئات أولاء من حكمه وهذا الذي قدرنا عن فيها ثنين والذبالة من الإراحة حضرة كيف الناس حضرة من هما من هما من هما من هما من هم من هم من هم من هم من هم من هم من أكتب لأن أعرف أنه لا نحضروا وحدين من إيراء والله ما حضروا وقال لنفتروا عن خالدين وحدين من إيراء حضروا الدولة والله جيرات الأمنية عندها دلائل على نزيد وعمل حضروا عندنا نحن دلائل ألن آخرين وهم الأغلبية من هذه الخلطة اللي تمت إدانته لا حضروا ولا عندهم أي علاقة من قريبين ولا من بعيدين بالمسألة وياك اللي صرتوا الواحد لابس الباس بكوليس من دين الله لغير اللي ودره هو ينحكى واحد من إيراء بعد؟ ناشط بعض من ناشطة إيراء ثم أنتم رئيس حركة إيراء أولاد قدوا تقنعون المشاهدين بأنكم ما تعرفوا كان جاء وحدين من أصحابكم الحي وعماتوا حد هذه العادة ترك كرم الشهرين ومين نعود قرار إحنا هم اللي طررنا عن الناس تحذروا وغيئناه كيف تسكيبت وحدين يروزونه نجروا نعودوا نعادوا لغير اللي نعود خليم نحن ما نعلمون بي لا يوجد حد يحضروا لا يوجد حد عالم بي خلقت سودة حضروا ناسطة من إيراء ولا ما يحضروا لا نعرفوا نشي أنا ما نجد نؤكد على خالق وحدين حضروا يقال منين تقومت جماتي دلائم ضد وحدين حضروا يوكل وحدين يحاسبوا يقال ملي ما يالله يحاسبوا ما يحاسبوا يوكل ما يحضروا معهم وما حضروا معهم من الدخل ياسم ناشي معهم من ثلاث ميل لابس من الباس أديل دائموا محوالهم وحدين كثيرين وحدين كثيرين وحدين كثيرين وحدين كثيرين وحدين كثيرين يحكموا وانتصوا وحدين ما يحكموا يالله الناس كان يلعادل لي الحضور فهم هو الجرم يالله الناس كان لدي حضرتين حكم يلعادل لي بلك الحضور جرم يالله مالي الناس كان لدي في الحارف يالله كان يحكموا نحن نعرفوا لماذا انقبلوا وحدين من إيراء وانداب عن القبية لا بدانهم تروجها عن طريق هذه الجماعة ليها هو اللي ما هو مقرور أثناء المحاكمة النيابة كانت قالت أن لديها شريط مسجل يوثق تورط العناصر المعتقلة وبعضها في عمليات اتلاف المهتلاف سيارات الشرطة والاعتداء على يا أخي هذا اليوم الشريط وصورة لا تهدد شيء لأن اليوم كنتوا كانوا يتعرفوا عن التكنولوجيا اليوم وعن كل الصورة يريد يركب أنا يجب دلقاجي يجب دلقاجي يجب دلقاجي ونعطيونا الناس يا أكسو ونعطيونا شيبان وهذا فلوسي ونعطي ربز صورة كل شيء يجب دلقاجي وبالتالي القانون قال عنوان الزايد عيان قال القانون هو المحامل من السحر وهم قالوا عن 270 من قانون الإسراءات عنو يحرم يحرم هذا النوع من العروض وهذا قاعة المحاكمة وبالتالي ما يردتو وحدة ما يردتو وحدة ما هو دليل طيب خالق شبعة الدليل هو على أن هذا نوع من الاحتجاجات حركة إيراء عرف تشهد الناس كامل خلال سنوات أن تتقدر كانت النوع من الاحتجاجات وتشهدوا من الناس كامل أنتما تشهدوا من الناس كامل عندنا في الساعة أي نوع من نواع احتجاجات أدلناها كل ما قلت عن ماذا عادت للعوف تشفد عليها الناس كانت نحن ندعو ندعو الاحتجاج ندعو المؤتمر ندعو للاقظة ندعو المسيرة يطير السلمية دائما السلمية ومعروفين بالسلمية ولا نعرف لماذا طينا سنة ونصف نحن نشوفون ماذا تشفد عليها الناس في الوقت اللي ما عندنا ساجون في الوقت اللي تنهاب عليها التأييد وعليها العمز الجوائز وعلم لا هاي السنة ونصف اللي طيتم عتقالين الاحتجاجات اللي كانت تخليك كانت عزجاجات دائما تنتهي بالعوف لا أبدا تنتهي دائما كانت بالعوف بموادهات لا هذا حطير لا أبدا ما قد تخلق ليه أي عوف ما نظر للعكس ما نظر للعكس للمنادلين إراغوا وهم اللي يقولون دائما حريصين لعل يندس فيهم وهم اللي حريصين دائما عندما يقبلوا العوف فيهم أبدا ما قد تخلق ليه أي عوف إذا نعرف دماغا في المرحلة بالذات تندار فيها تندار في قضية ما عندها أساس المعلومات اللي الجهات الأمنية سربتها ونشترتها في أدت وسائل تقول أنه حركة إراء وحركة فلام كان لديهم مخطط لإشعال البلد وأنه كان يراد لي حيب عمات وأن يكون النواة لهذا المخطط هل لي أن المخطط فشل أنتم لا تعترفون يا أخي يسعر البلد هو بلد بلدين هو بلدين لا يسعر روسيا لا يسعر الحيوان لو ما عندنا أي ملية سيئة ضد المكان ما عندنا أي ملا سيئة ضد المكان ما عدنا اي مية سيئة ضد الوطن وطن مكوه ووطننا ما عدنا عن الاشي طيب إبراهيم هذا الكلام إذا كنتم اللي أول مرة تتكلموا أحدث معكم قد يشد دليل لكن أي واحد ضرك الآن قدام الشاشة عد البحث على النت ودار خطابات إبراهيم والبلاد نايف رئيس حركة إيراء والله دار خطابات بيرام والبلاد رئيس حركة إيراء يدور يشبر عشرات الكلمات اللي فيها تحريض على العم ولا يرى تحريض على المكون يا أخي هذا ما صحيح يا أخي هذا ما صحيح هذا صحيح ديروا أجناء من خطابات كلام اللي يتهجم على المكونات والكلام اللي يزعينا يا أخي هذا ما صحيح ودحث عنه بده ماش يتلوذ فيه ماش يتلوذ يسالي تلوذ التحريب وهي يتلوذ الشي سوقيه على متن وتلوذ الجرة لا يتحرص خطاباتنا لا يترى ياسر من الدعوات للصف وياسر من الدعوات للأخوة وياسر من الدعوات لا يترى كتاباتنا خرصوا تدويناتنا وخرصوا بياناتنا هذا الأخر اللي مركب من الله وكلما مركب من الله بالدرقاج ومرحلة إزعال ومرحلة درقاج مزعج من قضية ومن أخرى والله اللي بعد عن هذا النوع من الأحكام عنه يزعج من يعود حد مزعج يقول لا تتلوذ منه كلمة موجودة لغير ما هو غير اللي رسمي البيانات اللي تصدر العمومة لرسمية وذين الخطابات والتصريحات المؤتمرات الصحفية يا أخي كلمة طاحة كلمة شاردة هكذا نسبهم وليس كلمة الشاردة من هنا ومن هنالك ما أفضل تعتبروا على أنه قطعت خطباتك مرحلة المراحل فيها ومستوى من التطرف وكلها يتعدوا مراجعة لا يعني لا نعتبر ما أنا مرتبرين عن فمات إياها أي نوع من التطرف بغير نعتبروا عن فمات إياها نوع من بعض الأحلان حكي من حاس ينحكم حاس رقاش حتى إذا ينخرجوا شوي يعني نطاق اللي يقوم فيه يعني غير ظاهر يعني تتبع تتبع أخطاء الناس ما هم المهمين لو رجعنا للأحكام شنو تفسيركم للأحكام هذه طبعا أغلب الحركات السياسية ونشطين حقوقيين خضعوا لمحاكمات لكن لم يصدر تصدر أحكام بهذه القسوة كما صدرت على المتاقل حيب أمات وهو تفسيركم أنتم لهذا الأمر أنا أولاً تفسيري أولاً أن الأحكام وهذه الناس اللي ينحكم عليهم ما عندهم علاقة بحيب أمات إلا ما عندهم علاقة ما عندهم بي علاقة قيادات سؤال محدد قيادات حركة إيران المعتقلين الآن ما عندهم بي علاقة ما عندهم بي علاقة ولا نحن من أمات فيه في على المملكات من العاكس ما عندهم بيh ما عندهم بيه ما عندهم بيه ما عندهم أي علاقة بيه بل طولين قدوا عن دار نهارين عادي من الواقع وغريب في الأمر أن نقال من ترك وجوب من كرت عند دار وعند الواقع وعند الواقع ما عندهم أي علاقة بها إلا عاجلين ما نلاف عنهم بالجعود وغماتياء وحدهم محسوبين للتجاه حضروا يا غيرهم ذكرني عنهم ما كانوا فهم بعد هو إرواية ما حضروا لهم الترودج ولا حضروا لها خمسة هي إرواية حضرت لها 200 وظلالة هاي المتين وظلالة شانو الفرق بينها هي وهذا ثلاثة العقوبة والمحاسبة والاعتقال ليس على الحضور على الذين تورطوا كعمليات عف اشترض عاكم ايضا شفتوها شفتو باصن هذا شفتو الناس كامل ما مهم شوفيان الوحد اخر في باصن شافت ام العبث بي وفيها شراطي شين عدلين يكلوا عدل باص لكن عدلهم ما يتواس ايش سورة لديهم يكلوا عدلهم ما يتواس وانا بعد من الدلبي يا غير غير عن العادل يحضرون لها وحدين من الإراء نعتبروا عن حضرهم العادل حضروا لها وحدين منهم عنهم طبعا ما كانوا بحدهم وعن ذيك الناس اللي حضرت معاهم ما شفناها؟ طيب تفسيركم تفسيرنا الحكام بطريقة تفسيرنا وعن الهدف منهم انه هناك جهات في السلطة انا نعتبر فهمتها جهات في السلطة جهات ما يعني قيل عن السلطة كاملة وتطعا عنهم من تفسيرنا تقييم من الحكمة من يضغGHT ما يقوم خير بالنطاعدة تطعا عن جهات في السلطة غير أيضا عين تكون من خير هذا البلد لا يجررمora لئي شركات ام كانت تأخذينه بلس diminished والب كثرة إذا قمتون بهم من ذلك، قطعوا نسلهم عدلين، وما هم عادلين، اما هم عاقلين، وكانوا عاقلين، ما يعدلون. وبالتالي على الدولة تعود بمنا كاملين، وتعود بمنا كاملين. للا أليس لنخطأ إنجاز بالعادلة، خطأ شوه رائبًا خطأ، يلا جاءً وحد منهم مجلس ما أخطأ، ما ي الله يمتنر بالورة ما هو فيها؟ الدولة فيما يقول بعض المدافعين عن القرارات أو السلطة، الدولة فعلاً، بالكل وتنسعوه، السلطة البعض الذين يدافعون من قراراتها يقول أنه حركة إيرا وعطيت لها الفرصة قرابة عشر سنوات هذا الخطاب حتى وله كان بتسميات مختلفة وأنه استمريتم في الإساءة لكل أحد وخطابات العنف والعنف اللفظي وأنه الآن أصبح بدرجة من الخطورة لا بد من الردع وأنه هذه الأحكام جاءت لكي توفر الردع لكي توفر الحماية لهؤلاء الذين يصلهم ضرر وشرر أعطيت لها تفسير ولكن ما كان عندي هذا التفسير ومن الطبيعي من المدينة وأنه بعد مشورة تبارك الله الناس اللي دابعت عند أحكامها ما كان عندي هذا التفسير ولكن ما سملي عنهم دعم الدين تمد خاطر السلطة من رأساً دابعة عند أحكام به ما أخارب حد يطعود يدور شيء بحالي يعدل حد وعلى كل حالي وعلى كل حالي يرى لو كانتين أطاعت لها فرصة تشرع تشرع يلي دولها ما تطيع فرصة تشرع حد خاليها تشتقال في إطاره في إطار ليوك وفي إطار مشرع يرى لو بعد داعي الدولة وطالبها من ذا المنبر وانتشرع إيران وانتعود محين وانتعود بانتماء له موجر والتمين يسعل يتحاسب حد كامل parity نفظية وحاسبة يلي خالي نفظية الغري تُعدّل أخطاء عملية، تُعدّل أخطاء في الجيش الذي لا يكتتبوا قياداته، تُعدّل أخطاء في الحكومات التي لا يشكلوا، تُعدّل أخطاء في تقسيم ثروات بين المجتمع، هذه أخطاء التي تُفرّص، وهي السبب؟ أنا أفكر من التركيز على الخطاء، لأنه لا يقول شيء، أنه رجال كلمة مرتبولة، ولكن الذي يُعدّل فعله مرتب عليها، ولكن الذي يعطي لحد ما يستحقه، ولكن الذي يتعامل معه عصرية، ويتعامل معه جئوية، وقبلية، وأمور بيّقة، لماذا لا يُعد نفس الإطار ونفس النطاق؟ همّت إياها قطعاً استهداف، وهذا الاستهداف، أنا ما يريد ضرق عن الهليّ ويُعدّلنا خطاء، وإلى أخليق خطاء، يا الله نفتد عنه، ويا الله ينقال لنا خطاء عددتنا، وأنا مملي، وأنا بعض شخصي يومين ينقال لذلك خطاء، وأنا نقول لهم من التركيز، وعن التائب منه، فقال، ماني قائل عن يا الله يُركّز، إلا أنا، قد نقول لنا، الذي نُعدّل عنه، وتعود الناس الأخرى، وترك الهل حبل على الغارب، بهل يعنى اللي نكتب لنا، يرصّوا عليها تريكا، الشاشرة محقّ عنهم، وما حدّلين مقررين، وقوموا عليها، ويلي قد تكلمة ما يُمّاقّ عنهم، يا الموليتاني، نحنا ما ضرعينهم يمتوافقون؟ نحنا لو كنا متوافقين، ما نعودوا قاعدة دولة، ولا نعود وحزاب، ولا نعودوا، اختلاف في الرأي، لا يُفسد للوّد القضية، نحنا، لديناتنا، خلاف في الرأي غير، ما هو اختلاف، ما أننا بعد مختلفين، أعلننا مووريتانيا وموريتانيا المalıتب واحدة، لأن المختلفين أعلننا، كاملين مكدّوننا الصرخ، كل شيء مووريتانيا، ولأن المختلفين أعلن 외دد وطن واحد، ولكن المختلفين، أعلن العبوديدأ تم مستمرها، وأعلن الإقصائي تم مستمر، وأعلن الغبر تم مستمر، حز eram أحنا مهالنا قابلين يِسبوع لا يك Love لكن انا ذكر اللـ أنا مختلفين وأعلنكم وأنا كاملين مع موريتانيا وحدا، ثم الآن حركة attorney chrome overtهمة من طرف البعض حتى من طرف من كانوا إلى وقت قريب جزءاً منها لأنها وضعت يدها في يد منفصاليين وأنها أصبحت تخدم حتى أجندات منفصال جزء من موريتانيا عن أجزائها الأخرى هذا غير صحيح هذا غير صحيح ما في أي نية هذا التعامل ما في أي نية من السوشنية وأي نوع من أنواع الإهلصال وأي نوع ما نضد نحن ما نضد أي نحن اللي ضده حتى كان الله يفسد وحدة هذا البلد حتى الله يفسد لحمة هذا البلد حتى الله هام وموريتاني التم فيها الغبن وفيها الإقصاء وفيها التهميش هذا نحن نعمل وفيها الإشاعات وحدين شو وحدين يمشي لأبدال من يقول لهم كلا لأبدال لأنك نتل ترمي كربك بشي لأبدال من تقول أنه مريض لمرض معين طبيعي هذا هذا إرشاء والتشويق لغير صحيح شنو تفسير على القيادات المعتقلة القيادات اللي الصرف الأول من الحركة إيراء المعتقلين حاليا هم قيادات زنجية في حين حركة إيراء أصلا قضيتها الجوهرية هي قضية العبودية وقضية معاناة مجتمع الإحراطيين ألا يدل هذا أنه اعتقال هذه القيادات يدل أنه كان هناك حسب البعض نية لحبتل انحراف بحركة إيراء عن مسارها ويدخالها بحسابات أخرى هذا اللي عموا باطل اللي الدور مجزيهات اللي اللي ضالعة في هذا هذا الكبير هو اللي الدور تفحر لضعي العام ولي الدور ينفهم لا غير ما حقيقة هذو الحقهم هم اللي هم القيادات اللي هم القيادات وهما قاع كم إيما كنتهم 16 رقاس لاقلنا عنه زنجية كم زنجية معنى خطاها ودافة وما أربع معناها عنه ما هو صحيح عنهم يلعبوا أدوار هم حرص تلعبوا كلهم عنده وظيفة يعملها وما أعرف ما نعرف ذلك هذو الدور الاسجيهات تتبين أغير الحقيقة ما أعرف أساس لا نعرف الهدف منه شوه والله 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 ما عرفوا والله بلتنا أنتما عبرت عنه وعرف منه اللي ما عرفوا ندور الناس تفهمهم عن عن فماتيها مسار جديد إراع وتعال وطريق جديد كارتو هذا غير صحيح إراع فيها حمايم وفيها السقور فيها حمايم وفيها السقور هذا طبيع فيها كل كامل يخلقوا فيها منهم الحمايم ومنهم السقور ما نعرف نعرف عني أنا بعد من الحمايم أنا بعد ما نعرف عني من الحمايم بمعنا الحمايم ما كنت منهم أصلا ولا طرح ليالك إنك كنت منهم كنت دايما دايما كتن دايما أنا دايما حمامة حمامة مسير إن شاء الله إن شاء الله عدو كامن إن شاء الله كذلك منهم الصقور تتعرف اللي أنا كنت من الحمايم تعرف؟ تعرف فيها الصقور نعرف عن فيها واحد الصقور właśnie في الصقور عيالما عسننا معهم شي ثابت فماتية تبادل في الواقف تبادل في الواقف و هل كان متوفاً تياها المواقف و الظروف ما هي النقاط التي تتباين فيها بجهات نظار الحمايم والسقور تتباين معني مستحضر قضية غير بعد ذلك قبل الواقف يجد عودوا فيها السقور لا أرغم عنه عنه الكاصر إلى الظار من النظار ومن الششور وعنه ما عيجي ما هو الطرق اللي قابل تنقباض لهم والله والله و فيه واحدين حمايم تبا الحمايم مواركم عنه عن النوار مزابه عن الأزمة يسوشني خليت تنحل بالحوار وتنحل بالتشاور وظاهرنا عنه عن المجال مفتوح لباب مفتوح واسع من الخلوار والتشار لأننا نحن أرغم عن دولة هي التي قدت تحتل المشاكل الموريتانية لا يقدت تحللهم المنظمات ولا يقدت تحللهم الأفراد التي قدت تحتل المشاكل الموريتانية ليست تعبدية وستطيع النهائية وإنجزها من المجلورة التي يقن من المدارس التي تحتلد التفلح والتي يقسم الخيرات الدولة الموريتانية. بالتالي مين دعات الدولة يتعدل هذا؟ نحن مستعدين تزاعدوا الدولة في هذا؟ هل أوصلت معي الرؤية للدولة؟ للسلطة؟ رعينهم مصر من هذا؟ لا، أنا أسأل هل لديكم خطوط؟ عادةً في السياسيين والحقوقيين تبقى دائما أنهالك خطوط مفتوحة تحت الطاولة جنبها؟ تبقى في توصيلات دائما عالدة؟ لقد قمت إياها خطوط مقفوظة، خطوط كاملة مفتوحة، وأي نزالات كاملة وأمور كاملة مفتوحة منين يدرح فيها شب الأخبار مستعدين هذا يفتح باب للحديث عن سميته ربما بتعبيره ملطف حمائم الصقور لكن البعض تحدث عن خلافات أميقة داخل حركة إيرا ويتحدث بالذات عن خلافات بين رئيس الحركة بيرام والده والأبيد ونائبه أستاذ إبراهيم والبلاد ويأخذ كمثال على ذلك الرسالة اللي وقعتمها أخيرا، وقعتمها على فكرة بعد أيام من اعتقال يعني بعد السابيع، في كل حالة صدرت زملائكم في المعتقل حملت توقيعكم وتوقيع اثنين آخرين من أطر الحركة المقيمين في الخارج انتقدتم فيها بشكل حالي مذكروني جاك تعود الناس أربعون إيراق في الشمهود الحراطين وفي الشمهود الكوة أه، طيب أحمد بابا والسعيد طيب والدكتور أحمد عمو المصطفى أراكم ذكرتم محماشي، لكن السؤال هو التعبير بهذه الطريقة في بيان موقع ألا يدل أنه ما فيه ثلاث خطوط تصال داخلية تجعل الأمور يمكن تسويتها أه، الخلافات والذي أولاها مختلافات الخلافات حالة صحية في بيانه أي ملغمات حزب كامل هلو ما يختلفوا مرة ويتوافقوا مرة ويتعادوا مرة معانا أنه ما هو على طريق بعض العسلين دران شخص وعنده إيجابيات كثيرة وعنده صلبيات كيف سنحنا كامل بالتالي يجد يخطأ ويجد يخطأ ويجد يخطأ ويجد يخطأ العبارة بعض الأحيان كيف تنا كان بيه ويجد العبارة اللي كان هاهم ويقول ما هي هي بيجا فهذا من خلالها هذه أمور تخلق من حين لآخر ودور المنظمة عن المنظمة ما هي الأشخاص إراء ليست بيان وليست إبراهيم إراء منظمة والقضية ليست بيان بيان ليس هو القضية إبراهيم ليس هو القضية القضية فوق ذا كامل ونحنا كان من آلات حدمة القضية معلها منين واحد منا يحتع فيها والله يقول فيها شيء ويظهر للأخر عنه ما هو الذي كان يلطني الله والأخر ينقبو نحن لا ينقبو العودلوا عنه الذين كفروا من بني الإسرائيل على الإسرائيل عيسى بن المرم ها؟ بيس القصية كانوا لا يتناهن عن من كلف عد نحن مانا لا ينقبو لأنه ما كان ينطبون بيس الحال لا ينقبو لا ينقبو لا ينقبو لكن أنتم ليستم بدع من الحركات ومن التجمعات عادة تحصل الخلافات هذا الشيء طبيعي لكن عندما تحصل الخلافات يكون هناك مسار داخلي يمكن أن تصحح هذه الخلافات من خلاله ليس الرأي العام وليس البيانات في الأعراف أنه لما حد هرم قيادة هيئة من الهيئات يعبر عن اختلافه مع مسؤولها الأول في بيان معناها أنه طفح الكي هذا هو العادي لا 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 الناس عندها دائما طرق هالتعبير ويجدعوه ما أفت معاكم أنه يجدعوه الخطأ يجدعوه عنه يوخر عن طريق بيان يجدعوه كان أحسن منه يوخر عن طريق أحرى لغير تقدير الناس اللي صار في بيان لابوت القرار بينها تعدلوا تقديرها من الظرفية والبطعية أنا ذاك تتطلب له ويجدعوه هاتف كنرحاصر يجدعوه خاطئا فيه غير بعدها كانت كانوا قدعوه جزء منه من حمائميتكم جزء عردتو بيه قاعبه فقط تصحيح شو راح لكم على أنه عدلوا رئيس الحركة وإنما عردتو منه مساج رسالة بطريقة من الطرق لعلها تجد هناك من يفتح الباب لا 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 ما عندنا ما عندنا ما عندنا ما عندنا طيب الآن نصل الى اللي صار للصقور في الحركة يقولوا أنه حتى ذا اللي تهمتو رئيس بيران بنو قال في المقابل أنه ما قالوا فيها وأنه هذا تأويل أدلتو جهات معادية بين قوسين لحركة إراع وأنه كان ليش دار بكم أنكم تعودوا في صف الدفاع عن خط الحركة بدل منكم تمشوا صارت تقول اللي قالتها طيب الآن نصل الى المحور المتعلق بالخط السياسي لحركة إراع طبعا حركة إراع ظهرت أو بدأت حركة حقوقية تطلع قضايا حقوقية لكنها تحولت لاحقا ربما لم تصرح بذلك لكنها عمليا تحولت الى حقوق وسياسة وربما أشياء أخرى فنلاحظ أنه خط السياسي لحركة إراع خط غير مستقبل ومضطرم ونلاحظ أنه باستهداف الأخير الحاصل جاء بالفترة جاء بعد فترة من الغزل أو من الحميمية في العلاقة مع السلطة فترة ترشح رئيس الحركة للانتخابات وتسكية من طرف مستشاري الحزب الحاكم وما قل عن اتفاق حينها والجولات التي سمح بها وبدأ نسأل أين إيران الآن لكن قبل ذلك هل أعود هل للتصعيد الذي تواجه هنا علاقة بأنكم خرجتم عن بيت طاعة السلطة بعد أن ظنت أنها أخذتكم إلى جانبها في حقيقة ما نعرف بالتعاني في علاقة الحميمية هو ترشح للرئاسة تقديم أولا ترشح غرب والترشح يخلق الطريقة الغربية والترشح مستقل وما هي إيراني لترشح في الرئاسة والترشح للرئاسة لكن لان رئيس الحركة وحركة بشات معها كلها بشات معها مش معها اللي ما هو الحركة الغربية شمعها حسيني وصل اللي ما هو الحركة هذا هو ترشح مستقيم ما نعرف الحميمية لخالقه هو ترشح وخريك تصريح عدم رضا عن طريقة اللي سار به المساع كامل وعن الطريقة قبل ذلك قبل ذلك أنا ذكرتكم مساتين محددتين أنه قبل الترشح هذا كان هناك تسهيلات واضحة للحركة في الداخل من طرف السلطة وفي زيارات وإنه أثناء ترشح تسكيات التي حصل عليها رئيس الحركة البرامة لكي يترشح للرئاسة هي تسكيات حصل عليها من الحزب الحاكم هو لا يحصل هو حمس هو أحد هامو يترشح للرئاسة في الساعة يحصل لتسكيات هو اللي عنده مستشارين للدولة والله والله التواصل المقاطع والله والله يجري المترشح والمسعود المقاطع يعني هو عمل تطوعي هذا عقلكم الحزب الحاكم عن المساكو من يقال أنه من يوجه الله ولا هو من اللي هو واحد اللي هو مامو واحدهم اللي يأطاو принимستشارين ذلك القضية ما نمتابع هذا هذا الحقيقة المستشارين من المستتاعتهم من جهات مختلفة واقعوا وحدين للتواصل مع العالم التواصل واقعوا واحدين من التوقعات تنجبارة على الطوية أي عنه الذين يناس أعلم بحزبهم حزب الاتحاد من الجمهورية الذكر كان شريم الجاني خلق فيه خلق فيه كسار من الدينقة على كل حال خلق فيه اتفاق كان فيه معلومات النشرة لا احد من المعنيين نباها كان فيه اتفاق بين السلطة وبين دوائر مفوضة من السلطة في تلك الوقترة وضينا الرئيس ونالذي بدأ خلق يكون عدم اتفاق بين دوائر هو ترشح حلق ساعة دامل ست فيتا فيتا في اتفاق ترشح دامل في اتفاق خلق بين الناس بيترشحة لماذا هالي المرة بالذات اللي ترشح فيها برامل لابد من يعودوا خلقهم اتفاق ولماذا كنتم الآن تقول عكم الحمايم وعنكم وارك معنا الدولة يا رخي معنا حوار ومن يمكنني حدوكم عن مرحلة كان فيها اتفاق مع السلطة ذيت وتنكروها حمايم لا معناها أي اتفاق ولا معناها أي صفقة معناها معناها إنسان يتبنى باعتداد يتبنى المرورة ومن طبعه طبعه توفة طبعه ذاك هو قناعته ذكية عن الأمور اللي نجادها ذلك الحال ما معناها الحمايم عفوا ما معناها مذمت إياها الصحبة والله مذمت إياها علاقات مع السلطة ولا مع الجهاد لا أنا مساعة نلدخل مساعة نلدخل ساعة نلدخل وعدت ننتمي للسياسة ما قطيت 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 قطعته لا في المعارضة ومهل تلافي بسخط المعارضة طيب الآن شنو موقفكم السياسي من درع موقف الرسمي نحن ما عندنا موقف سياسي نحن ما عندنا موقف سياسي قطعا عننا قطعته جماعة مننا جماعة مننا طرحة حزب سياسي ورفضتوا الدولة وهون نحن نبلينا الفرق بين تحريم ومبين السكوت عن إيرارة هذه الدولة ما قطعته ما قطعتنا تاقط نكتوب فيها راهية ما أننا معترضين بإيرارة وحزب الرقم اللي نطرحناه وكتبت الدولة عنها ما هي واعترضة به وهذه المحرم وهي هو معناها غير مشرع وهذه الدولة صرحت عن ما يمسرعته ومنين صرحت صرحت عن ما يمسرعته نحن ما هي فينا مننا إيرارة ما قطعت الدولة صرحت إلا عنها ما هي عن تشريعة وبالتالي السكوت بالنسبة لنا نوع من الاقتراض هذا ينبع واضح نحن ما عندنا موقف سياسي فينا جماعة يبقوا يتبناوا الخط السياسي وانا ملك خلق صارت ورغل عن الأمر يدافع عنها ما Harbi تردت الحل ما هو بالسياسة وبالتالي نطمحوا بإنا نعود حزب سياسي ونطمحوا بإنا نعود مشاركين في تلية البلد ونعود مشاركين في البرلماء وشاركين البلد وشاركين في تلية البلد وشاركين حتى في حكومات معنا عندنا طموح بإنا تشارك في تلية وقال لا بنسمح النبي ب Lei بنسمح النبي عن ياسر Szm correct من أحيانه الشيح باقي عنه من السياسة التعدل ليت كم سربح حركة عراه Baker شل communism Lazar الشيح وhyجب وعلي كنت لا يتشاركوا بنا وفي التجاهست الملف already و اقبط و اخرجت مشاكل اخر لحظة انا سؤالي انا سؤالي ما هو شفيت و حققته من السياسة انا سؤالي تعليق قلتم انكم ماذا عدل السياسة و انا مسوّد انا قلت اننا نبغوا بعضنا عدلوها احنا ردا على سؤالكم فهذا اخلي بما اش باقي اننا بزالي نعدلوا ما هو السياسة باقي اننا ماش بغنا نحزل المشرب في عدل السياسة في مرحلة من المراحل نجب الوصلة وواجهة مع النظام مع الدولة بهالي حابستنا بهالي قامعتنا بهالي حامتنا من حقوقنا المدنية ما ينخليتنا العدل عندنا منظمة مشرعة وبالتالي ما هو ضد هذا النظام اي نظام يمنع من حقوقنا لا ينقل معناها السياسة هذه حركة حقوق مدنية نحن حركة حقوق مدنية طيب هناك قبل ان نصل الى السياسة والحكاكة التي قرابة سبعين سؤال ورادت لدناخ نجدها بعض الوقت لكن ذلك امر يزير الكثير من اللغط ايضا وعدم الوضوح في حركة ايراء وهو علاقتها الخارجية وهذا ايضا الاحتفاء الببالغ فيه بحركة ايراء من قوة ليست مشهرة بانها تحب الخير عادة لاوطان مثل اوطاننا يعني ما سر هذا الاحتفاء الكبير وانتم عدتم الان من جولة في الولايات المتحدة الامريكية واستلمتم جوائز ببالغ في'REطاننا هذه لاحتفاء ايضا مثل من اكثر احتفاء الحزب الاتحاد المجمهورية ليوجه الله ايضا كنت احب ما قلت هك نوجه الله وikal steady على كل حال هنا هذه الاحتفاء لا ما نعرف المعاني به بعض سنوة وهما تياها دول أي حركة والله أي تيار والله أي شخص يعاني في حقوقه والتعبير عنه تسامل للدول بطريقة مبدئية ما هي قضية استهداف للدولة معينة ونحن موذينا ثلاثان بعض ونحن اجبارنا جوائي مان الوحيدين اللي قط اجبارنا الدول اللي خلاطنا جبروهم سابقنا والناس جبرتهم سابقنا كاملة مستهدفهم ما نفاهم لك شنو معنا اجبارنا جائزة جائزة المتحدة اللي اجبار رئيس بران جبروهم سلمون بلا هل نعتبروا عن ذلك من استهداف الجنوب الغريقية؟ لا هو هي القضية وجرارها يصر على ذات هل ذلك استهداف الفلسطيني ونحن جبرنا جائزة من عند وزارة الخارجية الأمريكية وزارة الخارجية الأمريكية صابقتنا بكل وضوح عنها مهمين عندها علاقات الدبلوماسية والأمنية مع موريتاني وعنهم مهمين عندهم الحقوق عن شيء كامل فيه حقوق الإنسان هاي ثنائية نحن فاهمينها وقابلينها وجودنا وجود موريتاني ممثلة في كل دولة عندهم لديهم سفير وعندها بعثة دبلوماسية ذلك يعتبر عامل خارجي معناها تستقوي بالخارج وجود صغراء هاي وجود منظمات الخارجية وجود لجنة الاطنية حقوق الإنسان كل مرة يسافر شور جنيه وشور كل بيدا هذا هو العاد السفر شور الخارجي الزرم يابط مقابل اللي عدنا اللي في كوكب هون طيب شنه أهم الجهات اللي جبرته في أمريك خاطئة وزارة الخارجية تقيته في جهات أخرى جهات حكومية جهات رسمية أمريكية احنا عندنا علاقات عندنا علاقات مع منظمات حقوقية منظمات كبيرة وجابرنا معها وجابرنا مع بعض من عضاء الكونغرس الأمريكي وجابرنا مع بعض من الجهات كحقوق البنية شارجين من السجن يعانوا عندهم مشكلة والناس كاملة بعد حال هاي طيب باقي عندنا تقريبا 10 دقاق ولهي كيف قلت أنه عندنا عدد كبير جدا من الأسئلة نحاولوا ما أمكن اختصار في الإجابة عنها حتى نعطيها كبر فرصة ممكنة أحمد والعبدي يقول حركة إراء يبدو أنها كشفت القناع عن وجهها وعن مخططاتها وعن الجهات التي تقف خلفها وظاهرة زي في الدعائها ودفاعي عن حقوق الحلاطين للأسف هذا مضحك ما نجاوبي لا لازم نجاوبي ليه لا لازم نجاوبي ليه لا لازم نجاوبي ليه ما هذه إراءة صحيح المسار ومهي علاقة الإراءة بحركة أفلام أرامح عنده علاقات ما عندها علاقات مع حركة أفلام ما انه قاعد للعكس إنه عندنا مشاكل مع حركة أفلام اللي يشاكل الناس لكن لماذا يتبرّعون من نحن عندنا معهم علاقات و suspension ما قطينا جمعنا أبداً مع رئيس حركة الفلام ولا قطينا جمعنا معنا نتفهمهم وفاهمهمهم والطرفيين بجهدون نضال ما عندنا معها أي علاقة هاي العلاقة لكن عندكم علاقة مع قوميين زنوج؟ لا عندنا علاقة مع العامل تاني و تاني لكن لماذا تتبرعون من هذه العلاقة؟ حركة الفلام هي في النهاية حركة وطنية مثل الناصريين والبعديين والكادحين والإسلاميين وحد قال الحق يعد متبرر احنا ما عندنا أي علاقة مع الفلام ما عندنا معها علاقة ذيك معناها المحترمون ومحطعين المحترمون لغير ما قطينا نحن وهم اشتركنا أي تنسيق تكب العينين ما عندنا علاقة معناها؟ ما قطت اشتركنا أي تنسيق السؤال وفي أيضا سأل عن علاقتكم مع موقفكم كنتم الشخصي من الأستاذ السعد بلوليت ومن إيرات صحيح المسار؟ هالي الواية التالية اللي قلت بي هي إيرات صحيح المسار ما اعرف قاعد شنو معناها ما بالنسبة لي ما يخالق ودي هو الدكتور شخصيا أنا كشخص وهو كشخص احترموا ومن يتوافكم معناها على الطريق الكاري ومجدين ومساركم معنا على الطريق الكاري ملاحظ أنه خلال فترتكم في السجن كانت الخرجات اللي كان عادة لدكتور السعد البيت كان دائما يمتدحكم فيها كثيرا ويقبح في برام وحتى أحيانا كان يسميكم الرئيس كانوا لا يعترف برئاسة برام هل هناك شيء ما مخفي أو مسكوت عنه؟ لم أكن يتوافكم لا معندي أمور مخفية بعض من الناس تعود بين احترام متبادل كل يحترم الى وخارحة يحترم علاقة بها يحترم لاك الذين يحصلوا من العلاقات لكن بالأساس لن يتوافق المعا السعدة وقلت له ونعرف من الملنا انه هو ومتوافق المعاياة للواصل للغير كأشخاص كل ما يحكي لك ما عندنا صار الهريم كأنه إن شاء الله عدد قرأيتها مصالح الهريم الباح أستاذ إبراهيم يقول هل تفكر الحركة في تصحيح مسارها وما هو موقف الحركة من القوة المعارضة تصحيح المسار قاعد عبارة في حقيقة ذات تم استخدامها كثيرا وأنا ما نبقيها عبارة من رأسها ذات حملت حملت سحلة سلبية مراجعة مسارها تقول لكن شيئات تتم يخرج دائما ونحن بعد ذلك نبقوا نبقوا نعدلوا في جهات المعارضة أصدقائنا وندوروا إن شاء الله نحاولوا في طريقنا من متوا معهم إن شاء الله العلاقة بنا بباطن مؤمنين بالدور القايمين به والله عملا نتوقع أنه يكون في تقارب أكثر بين إراع وكثيرا عن الإيمان يعني بشاعة من المنبخ الجهاد وقفت معنا ووقف الترجل الواحد ساعدنا ياسم من المساعدة ومن المالي يخلونا عبرونا عن ذلك المدرية بزاجين الخير خاصة تكت والتواصل ويفتين وكان حميد بابا على كل حال العدل نحجيهم من هذا المنبر وعاش إن شاء الله أن المتوافق كامرين على السلاح ينفع موليتان سالك اليالي ما هو موقفكم يقول من الحوار الذي اعتزم النظام تنظيمه وهل إذا دعاكم للحوار ستشاركون وما هي الخطوات التي ستتقبلون المستقبل مستقبل من الإفراج عن المعتقالين أولا الحوار أنا دعي فيه هذا اللي تقول فيه المحارات أنا دعي لي عن ما خالد حد ما يدور الحوار نحن بعد ده الإيران وما الدين لولي بغير الحوار حوار جاد حوار جاد ما أنا قابلين حوار الكريم ما أنا قابلين حوار تحف الطاولة بغير حوار جاد لا ينقذ موليتاني نحن ما ينقذ الله يفرغوا حولي ما يشاحني شنو 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 عندي عندكم من الإجراءات من أجل الإفراج عن معتقالين هذا الإفراج عندنا الهوما ينطلبون هم ولان وعندنا الهوما طرق كاملة اللي اللي عاطيها المسطور وعاطيها القانون والله نستعان إن شاء الله بالمنظمات والهيئات موليتانية ووطنية أساساً واهر لي عن المجتمع الدولي عنه عبّى عن تنديد وغير الحب واهر لي أن نحن كاملين مصلحتنا ننقذ موليتاني ما ننقذ هذه الناس بموليتاني تحتاجه حيمود والكامل البشير يقول هدوء من إبراهيم بعروبة الإحراطين أم أنه من الذين يحسبون أن اللون هم من الثقافة على شاكلة سياغور ودعاة السنفية عروبة الإحراطين أنا عند منها موقف قديم موقف القديم منها عندنا مشاكل أولية يا الله لقد قاعد نعود موليتانية ساب نعود عرب ساب نعود بشي أخر بعض قاعد نوالك ندود مرتنت مرتنت الإحراطين بعد قاعد نحراطين موليتاني لا هر لي أنه لن نحلل معمشكلتنا نحن هؤلاء ساعة نحط نعود عرب ونخطرون عدو لنخطرون عدو أخرى ما نعرف ديران الشريك فان بذون نحن نقف أصلين بعد قاعد نعود موليتانية ساب نعرف أحمد محمد سلبت يقول ارصائح أننا شبه خلافهم بينكم مع رئيس إيراء بيرام أعيس صحيح محمد محمود لأبد الله إلى متى ستظل إيراء رهينا القوة الخارجية أمريكا سينيغال بعض اللوبايات الغربية لماذا تقتصر على الطرح الضيق والخطاب المستفز لباقي الشراحة الاجتماعية لماذا تصل على معادات الجميع معارضة وموالات ومجتمع ما هو ليصف ما هو هذا ليصف نحن نحن قلع لنا الخالق الملتان يجب أن يتعامل معها دائر الملتان ويرانة فيها دائر الملتان وحزابها دائر الملتان ونظماتها دائر الملتان ومحامينها دائر الملتان واها بكار يقول أين الحركة ولماذا لم تتحرك للتنديد محليا بالحكام التأسفية على نشطائها المتهمين في حيب عماته وما أسباب نقل الأخ بلتوله إلى مجهول كما يتداوله المدونون وهم على التصالب المحكومة عليهم بسجن على كل حال نحن ذاك اللي يعاطينا القانون ذاك اللي يعاطينا الدستور له العدلين كامل وطبعا طبعا أنا طلبت مني الدولة بالطلب مني الدولة قالوا عنه اي تحرك لاي يخلق يا رياضين طلب لولده سواء أنا ما ندوب أي شيء طلبوهم منكم رسميا بلغوكم بلغوني أنا رسميا نايب تبعرك لاي في المطار عنه اي تحرك لاي يعدى رياضين يطلبوا لولده أنا بلا يعطيكم لولده ما نعطني كسطري ما بتجربتوها ما بتجربتوها بتجربتوها الناس اللي جات للمحكمة جات قعمة هم عادلة ما سيرضع هم عادلة شيء يطلبتوها بعد البوليس كاملة وعطيتها درقان نطلبتوها لذن نجي هي ما قصر عنه نطلبوا للم نهارو هذا علايات السلفيين اللي تظاهر غم عشو من البوليس جاتوا مطبطهم يبط هم علايات حلطانيات اللي بتطبهم نهارو قصروا جبتهم لعن ذاك ما يتواسط باضل المختار محمد يقول تحية لك ورديفك الكريم سؤال رديف هناك مشارات على علاقة تربط بين الجنرال المقصد الرئيس ومخابراته وحركة إراع ذكرت سعد الوليد منها البعض منها توقيع مستشاري بالاتحاد الرئيس بيرام ومنها شراء سيارة له من طرف مقرب اجتماعيا أهل أيضا يقول ألاحظ أن إراعات اختارت توقيت الخطأ في بعض النشاطاتها من الحرق الكتب جاء في وقت كان فيه كانت في السلطة تتعرض وطاة الشارع وقوة المنسقية حرقت الكتب وصرح البلان بأنه عمل جاء بالتنسيق مع المنسقية نحن ما عندي هذا الشيء من الأمور مبذوذ هنا في فيسبوك الناس كاملة ذلك الناس كاملة بما تلقي مصلحة موريتاني ولا تلقي مصلحة للشعب نتروج هذا النوع من الأمور والله يعني لو كانت فونجة العكس أنا نعود وتوافقنا على الأشياء لا يواخها موريتاني من المشكلة المشكلة لي ما هو تصور الحركة المستقبل التعايش بين مكونات الشعب ومثلة الحكم إذا ما وصلوا استقبلا للسلطة نحن هذا الوجه الخارجي والوجه الداخلي هذا التصور مدته بك تصورنا بالحالة هو يرى مشكلتها الكبيرة أنا ما هو شرع يرى أنه كانت تبقى شرع تتعود الأمور مع هذا من الشيطان وهذا من الأمور اللي تختير الناس تعدل عنه ما ذمات إياه وجه الخارجي ما ذمات إياه وجه الخارجي رباح السباعي يقول سؤالي للضيف إن كنت ستطرحه أستاذ وديعا من الواضح أن النظام لا يريد إيرادات الخطاب المعتدل وإنما يريد إيرادات الخطاب المتطرف فسؤالي هو لماذا تتبنى الحركة نفس الخطاب الذي يريده هالنظام أن تتبنى ما هو صحيح مدلي ما أنا لا أعرضي عن خالب جهة لوي الخطاب المتطرف أغير يقول أنا مواسع طبعا هم تياه جهات جهات في الدولة يقول التي ينطبق عليها لغير ما ينشأت عنه بعد أن نطبق عليك ذلك باقي عندنا تقريبا دقيقة إذا عاد عندكم كلمة أخيرة تخفو بيها كلمة أخيرة لذي نختارنا نحيي من هذا المنبر الذي ذي محامين الذي راضع والذي شارك ذي المحاكمة وفات شارك المحاكمات ونحيي فيه التلاحب والتنوع والنصف الموريتاني كامل ونختار عدو إن شاء الله والحزاب الموريتاني وغيئاتها المجتمع المدني وحكوماتها وبرضمانها يعود فيه الموريتانيين كاملين يدافع عن قضية وأمهم بيها نعم مخصصين فيها الدول لا كهو لو قرمون لا كهو الشيخ والحندي لا كهو الدبتي لا كهو أحمد علي الناس كامل الموريتانيين كاملين وغيئة المحامين وغيئة المحامين عنها تعطي وتعكز صورة هي اللي بنبغو الموريتانيين صورة الموريتانيين اللي ينتناصر للحق كانوا ما هم مخصين فيه لو ولا هم مخصين فيه ومحيي الأحزاب اللي ساندتنا وخاصة التواصل واليوف بي والتكتب وحركة من أجل إعادة الدين وحامد البابا وصار إبراهيماء وبكر المسعود نحيي هذه الجماعات كاملة نحن أيضا نحييك ونشكرك على أن شارك والساموريو البيت طبعا هو آخ كريم نحن أيضا نشكرك على أن حضرت معنا الليلة في هذه الحلقة من برنامج الصميم شكرا لك مرة أخرى والشكر للطاقم الذي أصرف على إنجاز هذه الحلقة ولكم مشاهدين الكرام جزيل الشكر وإلى حلقة قادمة نساعدكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته